موسيقى أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي ومستمعي بودكاست المنتدى الاقتصاد الأردني لتأتي البدايات القوية عبثاً ولا يمكن الاستمرار في أي وجه من أوجه الحياة دون مصدر يدعم لنا ديمومة المسير وفي خضم التسارع المشهود حالياً واجب علينا لكي نجاريه أن نعنى بالطاقة وأشكالها ومصادرها بصورة غير مسبوقة وللحديث اليوم عن الطاقة في مواجهة الواقع والتحديات سوف يكون معنا المدير العام لمجموعات عزة مرجي المهندس باسل عزة مرجي أهلاً وسهلاً بك مهندس باسل مهلاً سترا شرفنا بوجودك معنا مهلاً فيك عالمياً ومحلياً مهندس باسل تزداد أهمية الطاقة وبتحديد الطاقة المتجددة يوماً بعد يوم بداية حدثنا عن أهمية قطاع الطاقة في الأردن وما هي أبرز التحديات التي يواجهها وكذلك ما هي آخر المستجدات المتعلقة بوضع الطاقة في المملكة شكراً سترافاه شكراً للمنتدى الاقتصادي على الاستضافة بداية الطاقة هي عصب أي مجتمع وأي بلد لما نحكي عن الطاقة الطاقة هي الممكن هي القطاع الممكن لكافة القطاعات الأخرى المهمة مثل الصناعة مثل السياحة النقل وبالتالي التوظيف والعمل لما نحكي عن الطاقة بشكل عام إحنا بجزء تخطر عبالنا الطاقة الكهربائية الطاقة الكهربائية يمكن هي بتشكل جزء من الطاقة من مجمل الطاقة بشكل عام هي حوالي 45% من مجمل الطاقة ولكن إحنا بجوز عشان منحسها ومنمارسها في كل لحظة من حياتنا فالطاقة الكهربائية هي الأهم بالنسبة لإلنا ولكن الطاقة بمجملها هي عبارة عن المشتقات النفطية اللي بنستعملها للنقل وللتدفئة وللصناعة وغيرها وزائد جزء من المشتقات النفطية أيضا تستعمل لتوليد الكهرباء إذا بنا نحكي على مستجدات الطاقة خلال فترة العقدين الماضيين يعني إحنا بدي أرجع هيك عشرين سنة لورا ما قبل سنة الألفين إحنا كنا مرتاحين ومدللين خليني أحكي في موضوع الطاقة لأننا كنا نركن على كانت تجينا الطاقة من مشتقات النفطية بأسعار تفضيلية من إخواننا في العرب خاصة بالسعودية وفي العراق كنا نولد كانت تجينا المشتقات النفطية بأسعار تفضيلية نولد منها الطاقة الكهربائية لغاية سنة الألفين وثلاثة لما صارت حرب العراق الثانية انقطعت هذه الإمدادات واضطر الأردن أنه يشتري النفط بالأسعار العالمية وكانت مرتفعة جدا في ذلك الوقت وأذكر بسنة الألفين وسبعة وصلت لمية وسبعة وأربعين دولار البرميل فكبد الخزينة عجز كبير في ذلك الوقت عشان كانت كمان في شرائح مدعومة من المستهلكين بشكل كبير في ذلك الوقت برضو راح تجهت الدولة وتجهت الحكومة إلى مصادر أخرى ومنها الغاز الطبيعي فرحنا إلى مصر الشقيقة وعملنا اتفاقيات مع مصر لاستيراد الغاز المصري وأيضا بأسعار تفضيلية وصارت تجينا إمدادات من الغاز المصري إلى أن جاء الربيع العربي في سنة الألفين ودعش انقطع الغاز المصري تدريجيا حتى اختفى خلال سنتين أو ثلاثة وهذا برضو حط البلد في أزمة حقيقية في ذلك الوقت وكبد الخزينة بديون أكتر وأكتر اللي كانت تتحملها الحكومة ممثلة بالشركة شركة كهرباء الوطنية بذلك الوقت بلشت تطلع ذكرتي عن الطاقة المتجددة بلشت الطاقة المتجددة كانت مجدية في ذلك الوقت وأسعارها بلشت تنزل نحكي الطاقة المتجددة هي الطاقة المولدة من الرياح ومن الطاقة الكهروفولتية الفوتوفولتيك اللي هي بتتولد مباشرة من الشمس فعملت الدولة مشكورة تشريعات وأصبح الإنتاج ممكن من بداية الـ 2013 وبصراحة كان الأردن من أول الدول وصنفها عالميا من مجلة بلومبرغ في ذلك الوقت أنه أكتر دولة في العالم عملت استثمارات بالطاقة المتجددة كان فيه استراتيجية وضعت بالـ 2007 للـ 2020 إنه نحقق نسبة طاقة متجددة خليط الطاقة نحققها 10% في 2020 إحنا الآن في 2020 الحمد لله إحنا مع نهاية السنة أو وداية السنة الجاي رح نحقق 21% وأصبح الأردن رقم واحد في مجال الاستثمارات بالطاقة المتجددة ونزلت فاتورة الطاقة اللي كنا نتكبدها في بدايات العقد الماضي كانت بحدود 97-98% من ناتج القوم المحلي نزلت إلى حوالي 93% الجزئية الأخيرة من سؤالك اللي هي التحديات تحديات الطاقة عديدة يعني أول إشي الأسعار المرتفعة اللي بنشهدها حاليا اللي هي ما بتمكننا من المنافسة في قطاع الصناعة والسياحة تحديدا المديونية العالية على شركة الكهرباء الوطنية اللي هي تمثل الحكومة إضافة إلى تطوير عم بدنا استثمارات الطاقة المتجددة في عليها لازم عشان نزيد الاستثمارات لازم نصير فيه تطوير على الشبكة اللي هو المشروع اللي بيسمونه الممر الأخضر الجرين كوريدور بالإضافة إلى بعض التحديات الأخرى اللي هي الفاقد الفني والغير فني وغيرها دعنا نتحدث سيد باسل الآن عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة والتي تم إطلاقها الشهر الماضي من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية كيف ترى هذه الاستراتيجية؟ هل تعتقد بأنها واقعية؟ وفي حال تم تطبيقها ما هي الإيجابيات؟ وما هي الصعوبات المتوقعة؟ شكرا الاستراتيجية يعني خلال العقدين الماضيين كما أسلفت كان فيه أول استراتيجية للطاقة طلعت بال2007 إلى 2020 تم تحديثها بال2015 وهذا إشي طبيعي يعني لازم دائما راجع استراتيجياتنا بناءا على المتغيرات اللي عم بتصير عندنا فتعدلت الاستراتيجية صارت 2015-2025 وأيضا الآن تعدلت مرة أخرى صار في عندنا استراتيجية 2020-2030 وهذا أمر صحي جدا أنه نراجع ونشوف كيف حسب المتغيرات الدنيا عم تتغير بشكل كبير سواء بالتكنولوجيا أو بالمتغيرات السياسية اللي حوالينا الاستراتيجية هيك إذا بتسمحيلي أنا يعني جبت نسخة منها الرؤية اعتمدت الاستراتيجية الجديدة يعني الرؤية فيها تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية يعني أنا هاي زي البترن علي بمحاورها هلأ فيه اعتمدت أربع محاور اللي هي أمن التزود بالطاقة اللي هي التنويع مصادر الطاقة واحنا يعني كبلد يعني جبت مثال قبل شوي كيف أنه نقطعنا من مصادر الطاقة من أثناء أزمة الحرب العراق الثانية وبعد أزمة بعد الربيع العربي من مصر فأهم شيء أنه ما نركن كمان على لازم يكون في عندنا مصدر مصادر ثابتة إذا نقطع إشي يكون فيه إشي تاني بديل إله فأمن التزود أنه لا سمح الله ما تنقطع البلد لأي سبب من الأسباب من مصادر الطاقة المختلفة المحور الثاني اللي هو توفر الطاقة بأسعار معقولة ومقبولة هلأ هذا عشان يتيح لقطاع الأعمال المختلفة قدعات الأعمال المختلفة سواء بالسياحة بالنقل بالصناعة على المنافسة يعني تصوري إذا كانت الأسعار إذا الطاقة مش متاحة لا سمح الله أو إنها متاحة بأسعار مش مقبولة هذا الحكي بشل القطاع الصناعي وبشل القطاع بقطاعات الأخرى وأيضا النقل اللي هو بدخل فيه كل المجالات المحور الثالث اللي هي الاستدامة لما نحكي على الاستدامة بدخل فيها أكتر من شعبة نحكي على كفاءة الطاقة بشكل عام إنه نزيد كفاءة الطاقة وأيضا بالطاقة المتجددة إنه تظل الشركات تظل البلد معتمدة وتشتغل على مجال الطاقة المتجددة ويمكن بحب أحكي عنه كمان شوي آخر محور اللي هو زيادة الاعتماد على المصادر المحلية وأنا بعتبر هذا من أهم المصادر يعني إحنا لما كنا نعتمد فقط على المشتقات النفطية الآن يعني إحنا بسنة الألفين وعشرين وفي الأعوام اللاحقة إن شاء الله سوف نعتمد على عدة مصادر وأذكر بعضا منها يعني إحنا المشتقات النفطية الهي فيول بسموه الوقود الثقيل تقريبا راح إجاب داله الغاز يعني بس بعده متاح يعني فيه عندنا لسه مولدات ممكن إنه تشتغل تولد كهرباء على الوقود الثقيل الغاز المسال والغاز الطبيعي فيه عندنا باخرة في العقبة بتيحنة يعني هاي من الالفين وخمسطعش موجودة بتورد المصادر اللازمة لتوليد الكهرباء لمحطات الكهرباء في الغاز وعفكرة الاستراتيجية حددت زيادة مصادر الطاقة المتجددة من 21% إلى 31% وتنزيل المصادر اللي بتولد على الغاز الطبيعي أو غاز المسال برضو من أذكر من 53% إلى 41% على ما أعتقد أيضا في عندنا مصادر أخرى من أهم المصادر المصادر المحلية اللي هو مشروع العطارات اللي راح مفروض إنه يشتغل أي وقت خلال نهاية العام اللي راح يولد الكهرباء بقدرة 470 ميجا وات من مصدر طبيعي اللي هو الحرق المباشر للزيت الصخري فهذا مصدر طبيعي ويعني إيش ما جار علينا الزمن لا سمح الله راح يظله عندنا موجود ولو إنه كلفته مرتفعة وأثناء لما عملت الدولة والحكومة لما وقعت الاتفاقية في عام 2014 كانت الكلف مرتفعة شوية ولكن يعتبر هذا من أكبر المشاريع الحرق المباشر للزيت الصخري في العالم باستثمار مقداره حوالي 2 مليار ولو إنه الكلف مرتفعة ولكن بيظلوا هذا مصدر محلي وهو أنا بعتقد إنه إيجابي بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة من الرياح ومن الشمس تعرفي الأردن إحنا كمان موجودين في أحسن بقعة في العالم لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس يعني إحنا الواح الكهربائية الكهروضوئية اللي بسموها الفوتوفولتيك يعني إحنا اللوحة اللي عنا موجودة ومنحط كمان زيها بألمانيا وزيها في دبي على سبيل المثال عنا كفاءة عنا أعلى بسموه غطاء شمسي بالنسبة لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس فالأردن يعني إحنا بنحكيها بالإنجليزي نفطنا هو شمسنا وإحنا عنا أيام مشمسة حوالي 300 يوم بالسنة فصار فيه تنوع كبير بالنسبة لمصادر الطاقة وهذا صحي جدا للبلد ويحقق أمن الطاقة أمن التزود للبلد بالنسبة للإيجابيات والسلبيات اللي اتفضلت فيها يعني أول شيء الاستراتيجية طويلة المدى عشر سنوات وهذا برضو ميح إحنا عم نطلع قاعدين لأدام يعني أنا شفت قرأت الاستراتيجية فيها تفاصيل كثيرة ولكن طويلة المدى يعني أخذت بعين الاعتبار كل المعطيات اللي ممكن أنه تواجهنا خلال السنوات الجاية زي ما حكيت اللي هو الإيجابية الكبيرة أمن الطاقة للبلد وأيضا تنوع المصادر اللي ذكرتها المصادر المحلية هاي إيجابيات طبعا كبيرة كتير هلأ نقاط الضعف إذا بدنا نأخذها أو السلبيات كما ذكرت يمكن تكون في شوية سلبيات على موضوع الطاقة المتجددة يعني إحنا ذكرت الاستراتيجية أنه رح نوصل من 21% كخليط الطاقة المتجددة من مجمل خليط الطاقة إلى 31% بمقداره 800 ميجاوات الآن 800 قليلة جدا بالدسبة يعني عشان تعرفوا قديش يعرف المستمع قديش الكمية شحيحة إحنا ولدنا من سنة 2013 لغاية 2020 2400 ميجاوات فهلأ العشر سنوات القادمة بنا نولد 800 ميجاوات يعني تقريبا ربع كل السنوات الجاين من 2021 لغاية 2030 رح يكون حصة السنة تقريبا ربع حصة السنوات السبعة الماضية هنا في عنا هذا تحديد مباشر لقطاع الشركات العاملة في الطاقة في عنا يعني حسب في نهاية السنة الماضية كانت 540 شركة موجودة هدول بشغله بين مهندسين وبين فنيين بشغله عشرات الآلاف من الناس بشكل مباشر وبشكل غير مباشر إضافة إلى آلاف الطلبة اللي موجودين كمان بدرسوا على مقاعد الدراسة لأنهم شايفين أن الطاقة المتجددة هي المستقبل ففي من أكبر السلبيات اللي أنا شايفها أنه في تحديد مباشر على قطاع الطاقة في المستقبل ولو أني بعذر الحكومة في توجهاتها عشان توليد أول جزئية من الطاقة لما وصلنا إلى 20% إلى 21% هي نوعا ما مش صعبة كتير ولكن جزئية تانية بالنسبة تكنيكل أنا عم بحكيه بشكل فني رح تكون أصعب بكتير عشان نوصل من 21% إلى 31% فهذا أكبر تهديد إحنا بصراحة يعني هكلانين هم يمكن فيه كمان موضوع تاني اللي هي اللي بحكي على قطاع على محور الاستدامة وكفاءة الطاقة فذكرت أنه تحسين الكفاءة بالنسبة 9% أنا بالنسبة لإلنا بعتقد أنه وضعنا مزري يعني شو 9% شو إحنا إذا كانت فاتورتي مثلا أو بصرف مثلا ألف كيلوات أصير أصرف 900 مثلا هذا مش مش حل وخاصة للمباني الحكومية والمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها أعتقد كان لازم ينحط هدف طموح أكتر بالنسبة لتحسين كفاءة الطاقة وبعدنا فيها يعني مش يعني الهدف اللي نحط كان كتير كتير متواضع يعني هاي الاستراتيجية طويلة هبارة عن يمكن 35 صفحة يعني لو بدنا نفوت فيها هلا بالتفاصيل ما من بس هاي تقريبا أنا بالنسبة لي من وجهة نظري هاي أهم الإيجابيات والتحديات اللي على الاستراتيجية شكرا لك مهندس باسل على توضيح هذه الجزئية من الاستراتيجية ولكن عادة ما نلحظ وجود جدل واسع حول الإنتاج الزائد للطاقة وفائض الكهرباء في المملكة لو سمحت حدثنا عن ما هي كون هناك فائض في الكهرباء ماذا يعني على أرض الواقع وجود إنتاج زائد للطاقة وكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحالة شكرا سؤال مهم هلأ لما نحكي على الفائض في الكهرباء كثير يجري الحديث عن الفائض في الكهرباء هلأ هي ليس فائضا في الكهرباء وإنما فائضا بالاستطاعة أو القدرة بتأجيب مثال يعني إحنا مثلا إحنا هلأ قاعدين على مكتب في مصنع ينتج طاقته الاستيعابية ألف مكتب في السنة على سبيل المثال هلأ عم بنتج ستمية فالأربعمية هي الاستطاعة الزائدة يعني هو لو بنتج الألف تنزل الكلفة بشكل كبير ولكن بده مستهلك فإحنا اللي صاير معنا زي هالمصنع اللي بنتج ستمية طاولة وقدرته الاستيعابية ألف طاولة هلأ هذا أكيد بكبدنا بعض التكاليف الإضافية بسبب هذه الاستطاعة الزائدة هلأ لما تم التخطيط من زمان يعني لما عملنا مشاريع الطاقة المتجددة كان فيه كان فيه هناك زي استيمت يعني تقدير بالنسبة لأديش بده يكون احتياجات الطاقة حطينا نسبة نمو معينة بنين عليها هلأ للأسف هاي النسب لم تتحقق فعملنا مشاريع طاقة متجددة خاصة بالطاقة المتجددة كثيرة ولكن عندها إمكانات أنه تولد كهرباء بشكل أكبر كثير ولكنها غير مستغلة هلأ فيه طبعا حلول كثيرة في هذا المجال الاستطاعة الزائدة يعني ممكن أنه نحل يعني هي مش برضو بكرر مش فائد ولكن استطاعة أو قدرة استطاعية زائدة عن حدها واللي هي بتوفر علينا وبالآخر بتوفر على المستهلك الكثير من أحد هذه الحلول واللي هي ذكرتها برضو الاستراتيجية التحول إلى العددات الرقمية والشبكة الذكية لـ Smart Grid and Smart Meters خلينا أركز على جزئية Smart Meters اللي هي العددات الذكية إذن حطت بتصير بتتيح لإلنا كأفراد ومستهلكين وكجركات ممكن يصير فيه ترويج ممكن يصير فيه مثلا يعني بعملوا زي تحفيز للاستهلاك الكهربائي خاصة في أوقات النهار بنهار طبعا تتولد الطاقة الكهربائية فيه استعمال مباشر من الطاقة من المشاريع اللي بتولد طاقة شمسية ممكن أنه نحكي بالتصدير فيه عندنا أمكانيات ولكن هاي بدها شبكات بالأخير نحن نحكي على التصدير للعراق لفلسطين لسوريا إلى آخره فيه عدة حلول ولكن أرجو أن أكون أنه وضحت ما هي الفائد وما هي الاستطاعة الزائدة هي استطاعة زائدة وليست فائضا عند الخضي عادة في الحديث عن التحديات التي تواجه قطاع الصناعة لابد أننا نشهد إجماعا حول أن الطاقة وتوفير تكاليفها هو أحد أبرز هذه التحديات فهل تعتقد بالفعل أن التكاليف مرتفعة بشكل خيالي وأين تصنفها مقارنة بالدول الأخرى؟ نعم مرتفعة جدا وأيضا التعرف على القطاع الطاقة الكهربائية أيضا ليس فقط مرتفعة ومشوهة بدي أحكي لا أستعمل هذا التعبير أبدأ أقسم لشقين أول شيء المشتقات النفطية نحن هلأ تستوردها طبعا الحكومة لا تستورد بشكل مباشر ولا من خلال شركات مرخص لها الاستيراد وهذه تصلنا بالسعر العالمي ولكن الذي يسبب الارتفاع في موضوع المشتقات النفطية هي الضرائب الضرائب الإضافية فيه ضريبة خاصة أنا ما بعرف أحسبها مش دائما بيحكوا كيف تنحسب الضرائب هي بتنحسب على الكمية وليس على حتى السعر يعني فيه ناس كتير يقول لك لما نزل سعر النفط بشكل كبير ليش يعمل ما تنزل الأسعار الأسعار بالنسبة لإلنا مربوطة يعني هي فيه ثابتة ولكن فيه ضرائب ثابتة بغض النظر شو صار السعر من روح الطاقة الكهربائية الطاقة الكهربائية أيضا أسعارها مرتفعة إذا منتطلع حسب الشرائح فيه عدة شرائح فيه الشرائح المستهلكين أول إشيء المنزلي المنزلي اللي بيستهلك من سفر لألف كيلوات يعني بنبلش ثلاث قروش وبنتهي فوق الألف كيلوات بستة وعشرين إرش ونص يعني اللي بيستهلك كهرباء زيادة يعاقب عندنا هنا بالبلد مع أنه في دول تانية اللي بيستهلك زيادة بيكافؤوا وبتنزل الأسعار هي القصد منها دعم الكبار المستهلكين إلى صغار المستهلكين وهذا الدعم يقدر بحوالي 200 مليون دينار فهذا كمان جزء من أنه أسباب التعرفة عالية يعني إحنا لما نحكي التعرفة عالية أنا ما بعرف إذا حدا بسألني شو تتعرفة عن جد ما بعرف يعني إحنا معدلها بيقدروها بعشر أو اتناعشر قرش أو سنت مش عارف ولكنها متفاوتة من ثلاث قروش إلى ستة وعشرين القطاع التجاري بحده الستة وعشرين القطاع الزراعي أزن ست سبع قروش قطاع الزراعي والصناعي جيد نوعا ما حتى الصناعي عملوا تحفيز إضافي لإلهم عشان يساعدوهم على المنافسة السنة الماضية من خلال بعض الحزم الحزم اللي أطلقوها الاقتصادية في العام الماضي هنا في أسباب أخرى برضو بتأدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة منها الفاقد الفاقد الفني والفاقد الغير فني بين قوسين السرقات وهاي ما بيحلها إلا موضوع العدادات الذكية اللي هلأ ذكرتها قبل شوي فعشان هيك احنا بجوز من ناشد الحكومة إنه تستعجل بموضوع العدادات الذكية عشانه بحد من موضوع الفاقد الغير فني وهذا بالأخير رح يرجع يعني هو استثمار برجع عليهم إيجابا وبنظم القطاعات بشكل عام واحدة من أهم الأسباب أيضا لارتفاع الأسعار هي الهيكلة اللي موجودة حاليا يعني الآن في عندنا شركات توليد بتولد اللي هي الشركات التقليدية الشركات مساهمة عامة اللي موجودة بالشمال والجنوب والوسط بتولد الكهرباء والحكومة بتضمن بتأخذ بتشتري منها بتضمن لها ربح وفي عندنا شركات البيع برضو اللي هي شركات فيه ثلاث شركات والوسط والشمال والجنوب شركات يعني إحنا هلا بس تيجينا فاتورة كهرباء أنا في عمان تيجيني من شركة كهرباء شركة كهرباء عمان الرئيسية وفي عندنا اللي هو بالوسط شركات شركة النقل شركة الكهرباء الوطنية اللي هي حمالة المقاسي هيك بالمعنى الآخر بالمعنى العام مديونية شركة كهرباء الوطنية وصلت إلى خمس مليارات يعني الهيكلة بإنه هاي تربح وهاي تربح والشركة المملوكة للحكومة تخسر مش مزبوطة أنا بعتقد الحل بتحرير لازم تتغير هاي الهيكلية خلاص تتحرر الأمور بدنا نبطل إنه نركن لازم أنا بس هلأ ما عندي خيار إذا بدي أنا هلأ بدي اشتريت شقة وبدي أعمل أو بنيت بيت وبدي أشبك له كهرباء ما عندي خيار إلا شركة كهرباء اللي أنا موجود فيها يا شمال يا وسط يا جنوب هذا الأمر يجب أن يتغير يعني إحنا مثلا إذا نروح على بلاد أخرى شركات الكهرباء زي شركات اتصالات هنا إحنا عندنا الخيار أنا بدي أخذ هلأ شريحة من زين أو أمنية أو أورنج ولكن إحنا في الكهرباء لا يوجد لدينا خيار وإذا تحررت هالشركات وهي المعادلة بشكل عام يعني العلاقة ما بين هذه الشركات والمواطن معادلة كلها غلط بغلط والحكومة وكل الحكومات المتعاقبة دائما بيحكوا على تضارب المصالح ما بين هذه الشركات والمواطن وللأسف ما بيعملوا إشي فآن الأوان إنه يفكروا يبلش من هلأ نفكر بتحرير هذه القطاعات بحكي بالتوليد وبالنقل وبشركات البيع وسبب أخير لبرضه ارتفاع بالأسعار الكهرباء إنه الحكومة تعاقدت بعدة مشاريع مثلا مشاريع الطاقة الشمسية كان سعرها أول راوند وان في راوند وان راوند وان كان 12 قرش فهي هلأ بتشتري الكهرباء ملزمة فيه أظن لـ 25 عام بتشتري 12 قرش مشروع العطارات أظن أول سنتين بحدود الـ 11 قرش بعدين بنزل شوي الأسعار مرتفعة بالنسبة لكلفة الأسعار اليوم الطاقة المتجددة نزلت أسعارها بشكل كبير وهي تشكل تلت إذا مش الربع للأسعار اللي كانت موجودة قبل 7-8 سنوات فكل هذا يتكبد بالأخير المواطن عشان هيك الأسعار نعتبرها مرتفعة ولكن حتى نكون منصفين بخصوص هذه الاتفاقيات ذكرت الاستراتيجية على مراجعتها ولو أني أنا بعتقد أنه ما رح يطلع بيدهم إش كتير يعني هاي اتفاقيات جاءت يعني عملها جاءوا مستثمرين وعملوا هذه المشاريع بناء على جدوى معينة فكمان إحنا مش كويسة بحق البلد وبحقنا أنه إحنا كمان نراجع أو نحاول نقلب على هاي الاتفاقيات كما يطالب العديد إحنا بغض النظر عن النتائج يجب أن نحترم كل الاتفاقيات التي أبرمت بالسابق ولكن مش غلط أن نحاول نراجعها ولكن برضى وموافقة كل الأطراف نتمنى أن نتخطى جميع هذه العقبات وأن تحل جميع المشاكل بإذن الله بما أننا لازلنا تحت وطط جائحة كورونا يجب أن نعرف كيف أثرت هذه الأزمة على أمن الطاقة وكفاءتها سؤال مهم يعني إحنا أثناء لما بدأت الجائحة كلياتنا تسكر علينا ببيوتنا وما حسينا بأي نوع من الانقطاع في الكهرباء أو المشتقات النفطية حتى كانت في بدايتها شتاء يعني أنا من هذا المنبر يعني بشيد بجهود الحكومة وكل القائمين في ذلك الوقت أنه إحنا ما حكي لنا هم أي إشي بموضوع الطاقة الكهربائية أو المشتقات النفطية وهذا دليل على مثابرة كبيرة منهم اللي صار صار إشي كبير يعني فيه المشاريع اللي بتولد الطاقة الكهربائية بشكل كبير كانت شغالة وهاي الطاقة لم يتم استهلاكها فهذا بسبب يعني بسبب خلل خلل كبير يعني أنا بصراحة بجوز هيك يعني بالأمور الفنية مش كتير ولكن كنت هكلان الهم أنه يصير فيه إشي من وراء أنه صار فيه عندنا زي نوع من الـ disruption بالشبكة صار فيه خلل أنه كنا متوقعين أنه يصير فيه خلل ولكن الحمد لله لم يحدث أي شيء وإحنا ما كانش عندنا أصلاً للكهرباء كنا قاعدين تفرج على التلفزيون وقاعدين بالليل فالحمد لله يعني جهود جبارة للحكومة لم يحدث أي شيء ولكن صار في عندنا قدرة طاقة كهرباء لم يتم استغلالها وأعتقد أنهم هم كمان وقفوا بعض المشاريع العبور حتى تجنباً لأي مشاكل ولكن بشكل عام الأمور كانت يعني تم السيطرة عليها بشكل ممتاز هلأ كجائحة يمكن خسرت المشتقات النفطية أكيد إحنا وإحنا قاعدين ببيوتنا يعني المكاتبنا والمصانع وهاي كل ياتها كانت توقفت فأدت إلى نزول بالاستهلاك يعني هاي السنة رح تكون الاستهلاك نازل بشكل كبير بالنسبة للطاقة الكهربائية والمشتقات النفط بشكل عام سؤالي الأخير لك سيد باسل تحت دائرة الجائحة أيضاً وبما أنها كانت محركة الأحداث في الأونة الأخيرة شهدنا انخفاضاً ملموساً على أسعار النفط جراءها فهل كان لهذا الانخفاض نواحي إيجابية على المملكة بشكل عام وكيف أثر بشكل خاص على قطاع الطاقة؟ أكيد إيجابي يعني إحنا نستورد الكثير من المشتقات النفطية سواء الغاز المسال أو الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة جزء من توليد الطاقة الكهربائية وأيضاً لقطاع النقل قطاع النقل والصناعة فهي انعكست إيجاباً بشكل عام يعني أنا بأعتقد الحكومة حسب في مرة تصريح لمحافظة البنك المركزي أنه صار فيه وفر حوالي 500 مليون دينار على الدولة ولكن بالمقابل كان فيه همه يعني الدولة كمان بتأخذ الكثير من الضرائب على الاستهلاك المشتقات النفطية اللي كمان نزل بشكل كبير يعني هي ولو أنه صار فيه وفر بشكل عام على الطلب بالتوليد ولكن برضو خسرت الدولة فيه عوائد كثير وضرائب على المشتقات النفطية بس بشكل عام هي إيجابية نعم إيجاباً بالتأكيد أن جائحة كورونا قلبت العديد من الموازين ولكن دائماً الكفة ترجح لصالح العمل الدؤوب والكفاءات وجهد وعطاء الشباب شكراً سيد باسل لوجودك معنا شرفتنا بالفعل شكراً جزيلاً لك مجدداً وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة اليوم من بودكاست المنتدى الاقتصاد الأردني نلقاكم في حلقة جديدة وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة